أهلاً أصدقائي الأطفال هيا لنتعرف معانا على المجموعات ونميز بينها ب أكثر من وأقل من ضع داخل حيز مجموعة الأشياء التي عدد عناصرها أكثر من عدد عناصر المجموعة الأخرى الإجابة نعم نعم عدد عناصر القردة أكثر من عدد عناصر الموض عدد الزهور أكثر من عناصر الفراشات لذا سنضع كل منهما أي مجموعة القردة ومجموعة الزهور في حيز ضع داخل حيز مجموعة الأشياء التي عدد عناصرها أقل من عدد عناصر المجموعة الأخرى الإجابة أحسنتم أعزائي عدد عناصر الحلازين إثنان أقل من عدد عناصر الخص أربعة عدد الأرانب ثلاثة أقل من الجذر ثمانية لذا سنضع كل من الحلازين والأرانب في حيز في كل صورة لون في المجموعة الموجودة على اليمين نفس عدد عناصر المجموعة الموجودة على اليسار الإجابة المثال الأول عدد المجموعة الموجودة على اليمين يساوي خمسة لا تساوي عدد المجموعة الموجودة على اليسار التي تساوي ثلاثة المثال الثاني عدد المجموعة الموجودة على اليمين يساوي أربعة لا تساوي عدد المجموعة الموجودة على اليسار التي تساوي ثلاثة المثال الثالث عدد المجموعة الموجودة على اليمين يساوي خمسة يساوي عدد المجموعة الموجودة على اليسار التي تساوي خمسة المثال الرابع عدد المجموعة الموجودة على اليمين يساوي خمسة لا يساوي عدد المجموعة الموجودة على اليسار التي تساوي أربعة لذا المثال الصحيح الذي نبحث عنه لنلونه يا أصدقائي هو المثال الثالث أكثر من أقل من بقدر لون الكوريات بحيث تحصل على عدد الكوريات الخضراء أكثر من عدد الكوريات الحمراء الإجابة لنحصل على عدد الكوريات الخضراء أكثر من عدد الكوريات الحمراء نقوم بتلوين كوريتان بالأحمر ونقمل البقية باللون الأخضر لون الكوريات بحيث تحصل على عدد الكوريات الصفراء أقل من عدد الكوريات الزرقاء الإجابة لنحصل على عدد الكوريات السفراء أقل من عدد الكوريات الزرقاء نقوم بتلوين أكبر عدد من الكوريات بالأزرق لون الكوريات بحيث تحصل على عدد الكوريات البرتقالية بقدر عدد الكوريات البنية الإجابة لنحصل على عدد الكوريات البرتقالية بقدر عدد الكوريات البنية نقوم بعد الكوريات البيضاء ثم نوزعها على مجموعتين متساويتين ونعطي كل منهما لونا إحداها اللون البرتقالي والأخرى اللون البني ترجمة نانسي قنقر